في مثل هذا الشهر من العام الماضي وتحديداً فجر السادس والعشرين من مارس ومن دون أي مقدمات أعلن التحالف العربي العسكري بدء عمليات ما أسماه بعصفة الحزم كان الهدف منها هو إعادة الشرعية كما يقول إلى اليمن بناء على طلب من الرئيس هادي حينها نجح التحالف بداية في منع استكمال سيطرة الميليشيا الذراع الإيراني في الجنوب العربي على مناطق البلاد كافة بعد أن وصل هؤلاء إلى مشارف حضرموت شنت طائرات التحالف الناشئ عشرات الآلاف من الغارات وتم إغلاق المجال الجوي والبحري والبري خلال دقائق فيما يخص الدفاعات الجوية نؤكد أنه تم تحييت ما نسبته تفوق 95% إلى 98% واليوم وقد وصلت المعارك إلى مشارف صنعاء يمكن القول أن التحالف تمكن من انتزاع مساحات واسعة من الأراضي من قبضة الجماعة الإنقلابية عوضا عن تدمير جزء كبير من ترسانة أسلحتها لكنه أيضا دمر مدارس وطرقات وجسور واستهدف أسواقا شعبية كانت تتحصن فيها الميليشيا أما الحوثيون وأنصار المخلوع صالح قتلوا أكثر من ستة آلاف مدني بحسب إحصاءات أولية وما يزالون يقودون هجماتهم في تعز والبيضاء وشبوى والحديدة وحجة عام من الحرب إذن يغرق البلد في الفوضى بعد أن كان يوصف باليمن السعيد فيما يزداد الحديث عن فساد المسؤولين في الحكومة الشرعية فشلوا في تقديم نموذج مشرفين خصوصا أنهم أخفقوا تماما في التعامل مع الملف الإنساني كالجرحى والنازحين في ظل اتساع رقعة الفقر في الألياف التي فر إليها آلاف المدنيين هربا من القتال والفساد وتدمير مؤسسات الدولة ليتضح المشهد أكثر أن البلد وقع بين فكي كماشة القبضة الأمنية والفساد وتدمير مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الإنقلابية الذين يصرون فيها على القتال وفشل الجانب الحكومي وفساده في المناطق المحررة اشتركوا في القناة